في رمضان عشرين أربعة وعشرين زي ما قلت لحضراتكم الوجبة درامية مميزة عندي صديقة لها تقولي كفاية كل ما بتطلعي بتطلعي مسلسلات في مسلسلات وهي مثلا وقفة عند ثلاثة أربعة فبدأت تحس إنه الله ده أنا فايتني ده وفايتني ده وفايتني ده لا فايتك كتير كل واحد بقى يعمل جتول وترجعه بعد كده تسوفوا قلت لي أنتوا عايزين لكن لما نرجع للدراما من بين الوجوه الدرامية طبعا بتلاقي أنت عندك أعمال بتجسد فترات تاريخية معينة وأساطير كنا بنسمع عنها زي مثلا مسلسل الحشاشين اللي بيقدم الحقيقة موضوع مهم جدا عن جماعة هدتة العالم كله وطبعا بطولة النجم الكبير كريمة عبدالعزيز ومجموعة كبيرة من النجوم كلهم نجوم الحقيقة كمان مسلسل جودر اللي بيقدم حكايات ألف ليلة وليلة وبصورة عصرية مميزة وأنا بقول لحضراتكم أنه حيبقى حلوة قوي أن انتوا كمان تخلي ولادكم يتفرقوا عليه حيستمتعوا بشكل كبير لكن أنا حرجع لضيفي النهاردة اللي موجود معايا اللي خطفناه من كذا عمل يعني أنت حتشوفه في الحشاشين بشخصية مش هتعرفه أبدا لما تشوفه في جودر ولا هتعرفه لما تشوفه في صلة رحم ولا كمان محارب خليه هو يقول الحكاية بدأت منين وأعتقد هو ما عندهش نفس يعني في رمضان لكن عرفنا أن احنا نخطفه أقول فنان عابد عناني في ضيافة التاسعة مساء الخير يا عابد مساء الخير يا سيشافكي يعني أنت دلوقتي إحنا خطفينك من إيه بالزبط من محارب من محارب محارب لسه شغال لسه شغالين أيها إن شاء الله لحد يوم السبت فأنا جاي من التصوير ورجع التصوير يعني طيب خليه نبدأ من الحشاشين اللي دورك انتهى فيه يعني الحشاشين يمكن أنت عملت الدور من فترة وكنت متخيل هذا النجاح وهذا الإبداع اللي حصل الحقيقة أنا حابب أن أنا أوجه تحية كبيرة لكل صناعة دراما السنة دي في مصر على أشياء كتيرة جدا أظن أن احنا ملاحظين أنه فيه سيزون درامي مختلف على مستوى المسلسلات وعلى مستوى البرامج وفيه ناس كتيرة جدا أنا واحد من ناس شاهد على اللي بيحصل اللي بيحصل لأنه فيه صناعة كبيرة جدا وأظن بأباين السنة دي فأنا بوجه تحية لصناعة الأعمال بالذات الأعمال الضخمة شبه الحشاشين وجودر على فتح الباب لنوعية الأعمال دي تاني متوقع نجاح أعمال زي دي تماما أنا يمكن بقى لي كم سنة أم حد بيسألني بيقول لي إيه اللي نفسك يحصل بقول نقدم أعمال تاريخية بشكل كبير حتى لو إحنا متخوفين فهنكتشف إنه لأ إن إحنا أساسا دي لعبتنا ودي صنعتنا ودي الحاجة اللي إحنا طالما نعملها وعارف كمان يا عابد هي فكرة إنه مصر دي بلد الثقافة والتنوير فإنت لما تبدأ تمسك موضوعات واتبعها وتمسك الحكاية من الأول زي الحشاشين وتشير على جماعات هددة العالم ومتشددة ومتطرفة ويعني الحقيقة ليس لها أي صلة بأي حاجة وتبدأ تدخل بقى أجيال جديدة إحنا دايما كننشوف الأفلام التاريخية 1-2-3-4 مسلسل 2-3-4 ما عندناش يفضلوا يتعادوا يتعادوا فدي فرصة إنه إحنا نروح لأجيال جديدة الحقيقة فعلا إنه كان يعني إحنا كان واجب علينا إنه إحنا نبتدي نعمل أعمال زي دي لأنه ما كانش فيه في الفترة الأخيرة على الأقل من باب التنوع إحنا كان فيه موضة بتطلع بنوعية أعمال معينة بتركيبة أبطال معينة بتركيبة شخصيات وحواديت معينة فبتبتدي زي اللي كان بيفتح محل في حد بيقلده ويفتح محل زيه بالظر فبتدى يسود نوعية أعمال شبه بعض في اتجاه واحد سواء أنا مش ضد أي اتجاه بس ما كانش فيه عندنا تنوع فإحنا كنا مميزين في النوعية دي في نوعية الأعمال التاريخية اللي بتستند إحنا كان عندنا ده موجود أنا وأنا طفلك أنت باتبعض تفرج بشكل شبه سنوي على كذا مسلسل من النوعية دي فإحنا كنا مقصرين شوية في الحتة دي فأظن إنه الاهتمام السنة دي بالتنوع أوجد مساحة للأعمال اللي زي دي إن هي تبتدي كتاب كبار كتاب كبار يتناقشوا مواضيع مهمة زي أستاذ عبر حين كمال وزي أستاذ أنوار عبد المغيس وزي غيرهم كتير جدا يعني أصدوا السنة دي إنه يبقى فيه أعمال متنوعة قولي بقى دورك بقى في الحشاشين أنا في الحشاشين كنت بعمل دور أتلوك بدري أول أتلوني في الحلقة الثالثة كنت بعمل شخصية نظار بن المستنصر والحقيقة هي شخصية يمكن تواجدها ما كانش كبير جدا لكن هي بالضبط هي شخصية مفصلية جدا في حدوت حسن الصباح وفيه مثالة بعد موته حسن الصباح تعامل مع موته إزاي في تجنيد كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في المسلسل يعني مش عايز أود أحكي عنه وأنا كنت مهتمة جدا أن أكون في مشروع زي ده فبمجرد ما تم التواصل معي أن أنا بقى موجودة يعني ما قلتش أنا هعمل إيه يعني أنا رحت تصوير بتادينا نحضر لأنه التحضير للأعمال اللي شبه كده يمكن ده اللي خلاني أوجه التحافي الأول لصناع الأعمال دي التحضير للأعمال دي فعلا عالم تاني فكنت مبسوط جدا أن أنا شفت ده بيحصل وزي ما حضرك سألت قلين روح الكواليس كتعاملة زي الكواليس مع بيتر ميمي دايما احترافية إلى حد كبير جدا يعني أنا مش أول مرة أشتغل مع دكتور بيتر جوه الجماعة وجوه الأحداث هو يعني أنا بطبيعتي أنا لما بقدم شخصية فببقى بضيف جزء من خيالي على اللي حاصل بس اللي حاصل كان فعلا بدخلك في المود أنا في ألف ليلة وليلة أول مرة دخلت دي كور الشامحينين ده لا حدوصل ألف وليلة وليلة حناخد فاصل أوكي احنا نتكلم على حشين بس كنت يعني في شرفة ما تواجدتش كتير لكن باين جدا من المجهول اللي حاصل إنهما كان فيه تحقيق لحالة ألف ليلة وليلة ببارح كان الست كتل حتقتلك ولا أنت موت ببارح لا لا أنا مش هموت دلوقتي لسه 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 نكمل الجزء التاني لسه مكمل لا مش هموت في كل المسلسلات لا لا مش كده مش هيعملوا فيه كده